بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يمكن للشعوب المسلمة المستعمرة أن تستثمر هذا المبدأ لتحقيق استقلالها وحريتها لإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يصرني أن أستضيف في هذه الليلة سمحت شيخ شفيق جراضي مدير معهد المعارف الحكمية في بيروت سمحت شيخ أهلا وسهلا بك سمحت شيخ في البداية بمناسبة الاحتفال المقاومة بيوم الشهيد ما دللت أن تخصص المقاومة يوماً لاحتفالي بالشهداء نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولاً نتقدم من جميع أسر أو كل أسر الشهداء وإخوة الشهداء الذين عايشوهم وما زالوا يتابعون مسيرتهم بهذا اليوم المبارك نتقدم إليهم من أجل أن نؤكد هذا العنصر المقدس الذي يلتزمونه في درب الشهادة وإحياء خط الشهداء المقاومة طبعاً الإسلامية كما عبرت عن نفسها اليوم في خطاب سماحة السيد حسن نصف الله حينما اعتبر أن هذا اليوم الذي أطيق عليه اسم يوم الشهيد منشأ هذه التسمية ومنشأ هذه المناسبة هي من باب التأكيد على فاتح عهد الاستشهاديين والعملية التي قام بها الشهيد أحمد قصير في جنوب لبنان وما أسفرت عنه وما أحدثته على المستوى المعنوي إذا أردت في حركة صراع بوجه إسرائيل بالتالي أحياء هذا اليوم وإعطاه هذه الميزة والخصوصية التي يحتضنها إنما تنبع من التأكيد الدائم الذي لن يتوقف بإذن الله على أن درب الشهداء هي درب تستحق أن تحفظ بالقلب لأنها حفظت الحياة الحقيقية لهذه الأمة وأن مسيرة الشهداء لا بد أن تكلل بالنجاح والنصر هو تعبير عن كل هذا الالتزام إذا أردت بهذه المضامة والاستمرارة كذلك هنا من خلال هذا الخطاب اليوم مقدمة الخطاب المتعلقة بالشهداء وكذلك الخطابة السابقة هل يمكن أن نفهم منها أن هناك مشروع إسلامي أو بإمكان أن يكون هناك مشروع إسلامي يقوم على خيار تبني الشهداء كأساس وأصل طبعا هنا من المفيد أن نتعامل في الإجابة عن مثل هذا السؤال ونحن نلحظ بأن هناك جملة من التصورات التي تحف في الذهن العام تجاه موضوع الشهادة تقوم على أن مسألة الشهادة هي إعدام حياة هي عملية قتل للذات بالتالي قد تصل إلى حد أن فردا أو مجموعة من الناس حينما رأوا أن مشروعهم قد أقفل فأخذوا يأسا من تحقيق ونفوذ هذا المشروع أخذوا خيار يسمونه بفترض الانتحار أو قتل الذات أو أنه يصطلح عليه بالشهادة ببعض التعبيرات هكذا ظنوا بالتالي هو أعلان عن إفلاس للمشروع أنا أود هنا أن أؤكد أننا لنفهم الشهادة في إطار الديانة الإسلامية أو الفكر الديني عموما إذا أرادت من المفترض أن نرى أدبيات النص الديني كيف تعاملت مع موضوعة الشهادة وهنا أود أن أشير بأن المتتبع وهذا ما يمكن أن نتحدث عنه تفصيلا إن شاء الله في أثناء الحلقة أن المتتبع لنص القرآني أو الروائي يلحظ بوضوح أن العملية التي تحصل مع الفرد تجاه ذاته وفي علاقته بربه وقضايا أمته كما أنه نفس الأمر بالنسبة للجماعة والأمة فيما يتعلق بالعملية المجاهدة لذاتها والجهاد الذي تمارسه في قضايا أمتها وبناء العلاقة مع ربها تمر بمرحلتين وهتان المرحلتين تتكرران يعني المرحلة الأولى هي لابد للفرد من أن يحقق انتصارا على ذاته من أجل أن يكسب ذاته أن لا تنحل إلى سوء في النظرة وفي التعاطي مع الأمور بجدية ويتمم يكمل حلقة النصر على المستوى الفردي إذا وصل إلى درجة أن يكون شهيدا كما وهنا وهذا طبعا هذه المسألة يمكن أن تراها في العديد من الأديان لكن الملفت فيما أظن إسلاميا أن هذه الحركة نصر فشهادة من يعني التي ملحوظ فيها الفرد هي نفسها قد تراها تتكرر في إطار الجماعة أو الأمة بأن الأمة عليها أن تحقق نصرا تخرج فيه من إصر التبعية من إصر الجهل من إصر الفقر لتكون صاحبة شهادة والشهادة هنا تصبح بمعنى شهود على الحق على رقابة الحق على أن هناك عهدا قطعته الأمة مع قضايا العدل أمام ربها سبحانه ولو تلتزم فيه مع أمتها إذا حققت كل هذه المواصفات تصبح هذه الأمة أمة مشروع الشهادة لتكون شهداء على الناس كما يقول القرآن الكريم إذن بهذا الشكل يمكن لي أن أختم بشكل سريع هذه النقطة فأقول علينا نحن على غيرنا أن يعلم تماما أن الذي لا يحمل مشروعا ويسير في مواجهات متعددة كما هو الحاصل اليوم هذا يعني يسير باتجاه عبثي نعم أنا أعتقد بأن المقاومة الإسلامية والحركة الإسلامية عموما تحمل مشروعها وعنوان هذا المشروع انتصار يعني تحقيق الانتصار لقيم العدل والحق وأن يكون هناك استمرار لهذا الانتصار استمرار الانتصار مضمون بمفردة هي الشهادة يتطلب لا بد فيه من شهادة طبعا الشهادة أيضا بمعناها الواسع سنتحدث لأنه أشهرتم إلى نقطتين مهمتين ولا بد من رجوع إليهم أولا بعض الدراسات الغربية وكالدراسات العربية بفشل أنه حالة ظاهرة الاستيشاد هي تدل على فشل المشروع السياسي الحركي أو المشروع الإسلامي السياسي نحن سنفصل القول في ذلك ولكن ما هو الفرق الدقيق بين أن تعتبر الشهادة كخيار لأسس المشروع أو هي كأداة تستخدم في إطار هذا المشروع لا أنا هنا طبعا أريد أن أؤكد على أمر أنه ما من شيء يمكن أن نعقله وأن نفكر فيه وأن نمارسه يخرج خارج إطار التوظيف ولا يصبح بدون حيوي بدون ديناميكية عمل لكن في التوظيف هنا وهنا نحن نتحدث عن الشهادة تارة يكون التوظيف من أجل أصل القضية التي تؤمن بها يعني أصل القضية التي أنت تؤمن بها والتي هي إقامة أواصر الحق والعدل إقامة كل مفردات تحقيق الحرية على المستوى الفردي والجماعي كل مفردات تحقيق الاستقلال الاكتفاء إلى آخره حينما تكون القضية ممتلئة بمثل هذه القيامة مثل هذه القضية قطعا ستواجه صراعات حادة وهذا الذي يحصل على ضوء التجربة أيضا هي تحتاج إلى بذل هذا البذل ينبغي أن يكون أصحاب هذا المشروع من الجدية في حمل قضيتهم بحيث أن المسألة لو تطلبت لو تطلبت التضحية بالذات بالروح بالنفس بالأهل بكل ما تملك حتى تصبح القضية هي قضية ثابتة في وجدان وحضور العالم لابد أيضا أن تبذل مثل هذا البذل لابد أن تقدم مثل هذه التقدمة هذه التقدمة التي تبذلها أنت هي التي تسمى بالشهادة حينما يقتل المرء في سبيل الله أو حينما كما هو حاصل في بعض جماعاتنا اليوم وبلداننا أيضا أو حينما تكون الدنيا قد تكالبت عليك وعذرني على هذا التعبير أو تداعى كما في الرواية كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها تتداعى عليك من كل حد من وصوب من أجل أن تفتت قدراتك ولا تريد منك إلا واحد من خيارين إما أن تنتهي أو أن تنجذب باتجاه محورها وأنت ترفض أن تنتهي لأنك تريد أن تحافظ على حيوية الحياة فيك وترفض أن تنجذب باتجاه محورية حركتها بالتالي تبحث عن استقلاليتك مثل هذا التحدي الكبير يصبح شهودا وشهادة لكل صاحب ضمير حي بين الأمام مفاده أن بالإمكان العيش والاستمرار وتحقيق كل القضايا المطلوبة من دون أن تصبح تابعا ومن دون أن تفشل وتنته إذن هنا يعني بهذا المعنى نعم تصبح الجماعة أيضا جماعة مشروع الشهادة من كانت وظيفته أني فقط أريد أن أحول عمل الشهادة إلى مسألة بلا قضية بلا معنى بلا مشروع نعم هذا يسمى انتحارا حتى لو عنوانته أنت بعنوين إسلامية ودينية ولكن سمحت شيخ أنتم أن وسعت مفهوم الشهادة أصبح واسعا فبالتالي لا المتبادر دائما نقول الشهادة يعني القتل الموت هنا أصبح المشروع المتجاوز هذا المفهوم ضيق للشهادة لأنه بالواقع ليست الشهادة عملية في الفراغ أعود فأكرر المشروع الإسلامي أمر قائم كل الكلام ما هو المشروع الإسلامي وأنا أعرف أن البعض يرتعب حينما يسمع المشروع الإسلامي بالتالي لا بد من الكلام ولو قليلا حول ماذا يعني المشروع الإسلامي والشهادة في المشروع الإسلامي أمر قائم أمر قائم المشروع الإسلامي إذا لم تكن مسألة الشهادة هي من أجل البث الحياة في المشروع الإسلامي بمعناها الإنساني البحث وهنا أؤكد على هذا المعنى إذا لم تكن الشهادة تحمل مثل هذا الطابع وهذه الهدفية نعم تتحول إلى غيلة للنفس قتل للنفس ليس إلا ما بحد اسمه شهادة طب ما هي والقرآن عم يقول أنه إنما أريد منكم هذه الشهادة لتكونوا شهداء على الناس ولتحفظوا الاستمرار في أن تكونوا شهداء على الناس لأن الذين يقتلون في سبيل الله وضعيتهم بحسب القرآن الكريم فريحين بما أتاهم الله وبنفس الوقت ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم أن هؤلاء الأجيال التي ستأتي من بعدهم سوف تستمر في حركية الشهادة لتبقى هذا الشاهد الحي على ضرورة الإحياء المشروع الإنساني للإسلام في الحياة سمحت شيخ المشروع الإسلامي يكشع الأهمية الشهادة وأهمية الشهادة إذا رجعنا قبل أقل إلى ذلك إذا رجعنا إلى النصوص الإسلامية القرآن والسنة نجد أن هناك حديث طويل جدا حول أهمية الشهادة أهمية الشهادة قد يفهم كذلك من خلال الجزاء أنتم أشارتم من الجزاء إذن الأحاديث والرواية الكثيرة كذلك الجزاء يكشف الأهمية وأعتقد الأهمية هي التي تكشف لنا صلب المشروع الإسلامي خلينا لك شيء أنه طبعا بالمناسبة الآيات القرآنية قطعا فيها الكثير من المفردات التي لو تتبعنا لو وصلنا من خلالها إلى أن نرسم الحلقة حلقة الشهادة أين تقع في هذا النظام الإسلامي العام وللمشروع الإسلامي بإطاره العام أن الشهادة مثلا ليست أمرا مجانبا للعلاقة مع الناصر ليست أمرا مجانبا للدفاع عن القيم الإنسانية ليست أمرا مجانبا لأقصى حدود الارتباط بالله عز وجل وهكذا لكن نعم فيه جزء آخر من الآيات والروايات فيما يخص موضوع الشهادة حثت على عنصر الشهادة دفعت إليه يعني أنت مرة بتقول أنه أنا مثلا هذا هو إطار المشروع لدي مرة بتجي أنت شو بتعمل بدك مشي مشروع تريد لهذا المشروع أن يسير في الحياة ما فيك تعرض بطريقة لروح فيها وكأنها قانون معلق أو مكتوب على ورق أو معلق في الهواء لابد أن تعرضه بطريقة ترغب به بالمناسبة فيما يتعلق بموضوع الشهادة هون من المسائل الملقوظة جدا أنه هو يعني وإن كان أعلى درجات الثواب سينالها الشهيد لكن منطق العلاقة قرآنية مع موضوعة الشهداء بتحسها وللمرة من المرات النادرة أعلى من فكرة أنه أقوم بهذا العمل خشية أن يعاقبني ربي أعلى من أسط أنه مثلا أقوم بهذا العمل حتى يثيبني ربي جنات تجري من تحتها الأنهار يعني تجاوزت التكليف والجزاء تجاوزت فضوط الصرودات والترغيبات المباشرة لأن فيها علاقة حميم جدا بين هذا الإنسان أو هذه الأمة والله الله الله بما هو يطرح لنا القضايا 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 البحقة يعني الأضيب حد ذاتها تستدعي منك أن تبذل نفسك في سبيلها الله بذاته محبوب إلى درجة عند هؤلاء الناس أنهم يريدون لقاءه لذلك أجرهم مش شي طبيعي مثل بقية الناس أنه مثلا قيل يا رسول الله ما للشهيد لا يفتن في قبره أنه شو يعني يفتن في قبره يعني لاش الشهيد لا يتعرض للابتلاءات التي يمكن أن يلاقيها غيره في الدنيا فبيقولهم كيفها ببارقة السيف هذا نعم هذا فيما لو قتل بالسيف طرد هلأ مثلا الرصاص والصواريق والطيران فتنة شو أنه هيدا الابتلاءات التي تريد أن تنزع منه حبه لله سبحانه وتعالى وثباته على الموقف كله تعرض له ما عد في داعي أنك أنت بعدين تجي تشوف مبدأ الجزاء والثواب فقط مع أنه راح يلاقيه يعني لا هو أعلى من ذلك روح الشهيد هي الحاضرة دوما لذا سمة الشهادة هي الخلود لأنه موضوع الشهيد والشهادة أمر متعلق برب الخلود الذي هو الله بالتالي ثواب الطبيعي شأن الطبيعي أن يكون خالدا اسما وروحا ومعنى وقضية ورسالة طالما أن هذا الإسلام حيث بعض المفسر سمحت الشيخ يعني أشار أو علق على مسألة الحياة في الآخر لماذا قال الحياة في البرزخ أنه مجرد ما أن يستشهد يسوح حيا قال لأنه قدم حياته فبالتالي لابد أن تبقى فجوزية لو هي مرية ارتبطت مباشرة عند رب الحياة يعني ارتبط بالله عز وجل مدام أنه أعدم نفسه أو يعني خدم نفسه بمعنى أنه أحسنت بذل كل ما يمنو فصارت نفسه خلص خالص صلى الله ما عادت فيه أي علاقة مع شيء آخر غير الله بالتالي لابد أن يكون له الكلود فيها لابد أن تكون له تمام الحياة يعني الله الحاي يعطيه الحياة التي لا موت فيها هناك نوع من وربما هذا ما أشر إليه أن سمحت السيد اليوم في خطابه أن هناك نوع من علاقة من العشق والمحبة في إحدى الآيات القرآنية أن الله يخاطب اليهود المتشبتين بالدنيا ويدعون محبة الله نعم قالوا لأنه كنت تحبون الله لتمنونه هي موردة على فكرة للتمييز يعني القرآن تحسوا بيطرحها بطريقة أكتر عملية نعم أنه طيب بدأك تعرف واحد بيحب الله ولا لا إذا كان فعلا يتمنى لقاء الله وهلأ مستعد لألا إذن ويحب الله فذلك وأتري بيستعرض هذا الموضوع بالنسبة ليه يقول له أنه أنه أنت يكشف كذبهم يكشف كذبهم هائمة هائجة باتجاه أن تصل إلى ما تبتغيه أن تعانق أن تعانق حق العناق كل هذه المعاني السامية والقيم السامية لتدافع عن أصل الوجود وأصل الحياة ما فيه يعني أنا مش قادر أن يتصور حياة لا وجود فيها لقيم وقت اللي الشهيد كله قيام أصل الشهادة هي قيمة القيم الكبرى طب هذا وقت اللي عم بيقدم نفسه ليكون قيمة بذاته إذن هو الحياة بذاته سمحت الشيخ أنتم أشارتم إلى نقطة مهمة وهي أنه بالرجوع لو رجعنا إلى الآيات الكريمة وتتبعنا مصطلح الشهادة والاستشهاد والشهاداء يعني سنتمكن من نرسم صورة متكاملة لمفهوم الشهادة ونحن الآن بدأنا في هذا الحواب في مقاربة لهذا أنا أريد فقط أن من خلال ثلاث آيات أو أربع آيات نكتشف العلاقة الجامعة بين هذه الدلالات المتعددة ومبين مفهوم الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله مثلا يقول تعالى هو على كل شيء شهيد بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالنسبة كذلك أي أخرى تقول وكذلك وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ما الجامع بين هذه الدلالات المتنوعة وما علاقتها بالقتل في سبيل الله نعم قبل أن نصل إذن لموضوع القتل في سبيل الله هذا يؤكد أنه مرة أنت بتتحدث عن المشروع ككل عن منظومة الرسال ككل منظومة الرسال في الإسلام على ماذا تقوم على أن الإنسان لا توجد بينه وبين الله علاقة خصام هناك علاقة حب هناك علاقة هناك علاقة ثقة أنا عند حسن ظن عبدي بي نعم فإذن ما في خصام بين الله وبين الإنسان في دائما تركيز من قبل الباري على ما يصلح حال هذا الإنسان الله عز وجل بالقرآن بحسب القرآن الكريم أنه من جهة العبد يتعامل مع الله بيقول له وأنت على كل شيء شهيد ومن جهة الله عز وجل يخبر هذا العبد ليقول له والله شهيد على ما تعملون فإذن الله عز وجل عم بتابعك بتفاصيل ما يحصل معك مش مش أوجدك خلقك وهو يتركك لا هو معكم أينما كنتم وهذا العبد الحي دائما عم بيتعامل أن الله عز وجل على كل شيء شهيد من عمل وغير حتى من الضمير والسر والقضايا وحركة الصراع وغير الأكر في هذا الإطار الباري عز وجل اعتبر أنه في الوقت الذي جعل فيه للناس كما يذهب سيد محمد باقر الصدر رضا الله تعالى عليه أنه في الوقت الذي جعل للناس كناس كنوع يعني الذي هو نوع آدم الناس كلهم جعل لهم حق الاستخلاف في الأرض أعطاهم أمانة هي أمانة حفظ كل عناصر الخلافة في الأرض من بين هؤلاء الناس الذين احتفظوا بهذا العهد وهذه الأمانة والذين أسموا يعني تسميهم الباري من بعد ما تبنوا مثل هذه الأمانة تسميهم بالذين آمنوا من هؤلاء الباري عز وجل ويتخذ منكم شهداء يعني أنتم أهل الإيمان من بين هؤلاء أهل الإيمان الله عز وجل يريد أن يتكذ باتخاذ شهداء يعني شو بيصير موقعهم هؤلاء الشهداء هم دورهم حفظ استمرار هذا العهد في الاعتمان على ما قد اتمننا الله سبحانه وتعالى عليه من اعمار الحياة لاستخلفنا الله عز وجل عليها واعمار شؤون مصالح الناس هنا دورهم في الآخر لذا أيوة لذا كل فرد كل فرد إذا كانوا قد وصل إلى هذا المستوى المتقدم من العمل أسمي شهيدا في الاصطلاح أنه حينما يظهر أمامك أنه قد قدم كل ما لديه فقتل في سبيل الله عنوانه عنوان شهيد لا جدال فيه وهذا أنا أعرفه وأنت تعرفه بعد أن قتل فيه سبيل الله لكن هذا ما بينفي أنه في مجموعة من الناس وبالحقيقة مثل ما هلأ حاصل لو ممكن هلأ مثلا أنت تشوف شخص مثل الإمام الخبيني شخص مثل مثل سمح سيد حسن نصر الله ماشي طيب هود حفظت عهد كل الشهداء واستمرار حركة الشهداء يعني هلأ أي شهيد إذا تسأله إذا تسنى لك أن تفتح معه حديثا لتسأله أنه شو بمثلك فلان أو فلان طيب ممكن يعتبرون أنه هذا معالم الدرب بالنسبة لأهد طبعا ما في ما سميهم أصحاب رتبة شهادة يعني حفظة للعهد والأمانة من هؤلاء الباري عز وجل اعتبر أنه بالأفراد في أفراد هم صلحاء في أفراد هم صدقون في أفراد هم أنبياء وهذا بالدرجة الأولى وفي أفراد هم شهداء يعني هنا كذلك يعني مفهوم تاريخي للشهادة أحسن أنه في القيامة سيكون الشاهد سيكون الشاهد شاهدا على العصر على العصر في القيامة من بين هؤلاء في واحد يبقى رمز لكل أمة تاريخية شاهد على اللحظة التاريخية ممكن يكون رسول ممكن يكون إمام أحسنت يكون شاهدا على هذه اللحظة التاريخية نعم ليأتي صاحب يعني صاحب القضية الخالدة الكبرى اللي هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليكون شاهد على كل هؤلاء يعني الذين يشهدون على الأمم لا لأنه يقدم في رسالته معايير التي بحسبها يمكن أن نستكشف قيام الحق من الباطل بس قبل قبل بدي يضيف نقطة هنا متى هذا المفهوم الفردي بصير قيمة بحد ذاته وقيمة عملية وقيمة سياسية وقيمة قابلة للتعميم عند المسلمين أو في الإسلام حينما تصبح الأمة أمة شهادة مش أنه أمي بتروح تموت لا 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 أمي مستعدة أن تموت من أجل أن تحكي قضايا الناس والقضايا التي يريدها الله من الناس وأمي لا تبدع إلا نصرا دائما ولا تبدع إلا كفاءات مزدهرة دوما عندها ثئة بنفسها لذلك لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول عليهم شهيدا باعتبار أنه هو الرمز الذي سيستمر كل جيل من أجل أن ينتمي ويحمل الانتماء هنا سمحت شيخ لتكتمل الصورة الآن أشرنا إلى الآيات الكريمة إذا رجعنا إلى السيرة الشهار الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته في بداية من الدولة الإسلامية إما النصر أو الشهادة لدينا نص آخر يعني في مثلا الإمام علي يقول الموت خير من الذل في هذه الدنيا لغير الحق لدينا سيرة الإمام الحسين يقول في مسيره إلى كربلاء كان شعاره إني لا أرى الموت إلا سعادة وللحياة مع الظالمين إلا برام هنا تكتمل صورة مفهوم الشهادة على مستوى السيرة وعلى مستوى الحديث والروايات كذلك صحيح طبعا الوقت لنت تتحدث عن منظومة المعرفة أو الفهم الديني أنت لا تتحدث فقط عن الجانب القرآني وأن كان هو الأبرز يعني هناك البعد الروائي هناك البعد أنا بس بدي يعني فيه شيء إضافة صغيرة حاب أني لفتتني لنظري في القرآن طبعا أنت تعرف أن قيم القسط يعني هي قيم قيم الحق فالقسط يحتضن الحق حق الأحتضان بمعناها الإنساني والله عز وجل هو وإن كانت للوهل الأولى أنت بس تقول الله يعني فيه بعد ديني بس هو خالق ورب الناس يعني فيه حاضر الإنسان بقوة لكن ببعده الديني لاحظ مثلا فيه أي تان بالقرآن ملفتين جدا أنه كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أي تاني كونوا قوامين لله شهداء بالقسط حابتين على أسس الحق فأنتم شهداء لله وينبغي أن ترعوا الله فيكم وإذا كنتم قوامين هذا البعد الإنساني الأول هذا البعد الإنساني الذي يلحظ بشكل حساس الله عز وجل البعد البعد الديني البحث كونوا قوامين لله ببعدكم الدين البحث يعني أصل حضوركم قيامكم هو لله لكن شهداء بالقسط شهداء على أسس الحق الإنساني فإذا سواء اتجهت بحركة الحق من وجهة الإنسان وأنت تريد الحق أو اتجهت من وجهة الله وأنت تريد الحق التقاطع واحد هو القيام لله والقيام بالقسط هنا سمحت شخ توسع المعادلة يعني لك توسع مفهوم الشهادة بشكل أصبح مسار القضي أصبح مسار القط فقط يعني جزء أو شكل من أشكال الشهادة بالنسبة للقتل في سبيل القتل كقتل أصبح جزء القتل في سبيل الله برجع بكرر الذي هو يسمى فلان شهيد أو الشهادة هو كيف مثلا هلأ نحن في عنا هذا اليوم بشاك اللي هو 11 11 طيب هذا اليوم اللي هو 11 11 هو يوم يرمز إلى كل مسيرة شهداء المقاوم الإسلامي لكن بالواعع هو يوم خاص بشخص بشهادة شخص شهيد أحمد قصير بصير شهادة هذا الشخص شهيد أحمد قصير رمز لكل شهيد أتى من بعده أو كان قبله شهد نعم اليوم نتحدث عن الشهيد الذي يبذل نفسه هذا أرفع مستوى أنا وانت فينا الآن نشوفه بوضوح لذلك هو رمز لكل عنوين القضية بكل تمثلاتها من هنا أريد فقط أن أختم اللي بدأت فيه تقول وأنا هذا الرأي الآن قابل للنقاش مفتوح النقاش فيه أنه مثلا إذا أنا الذي أقوم لله والتقيت في دربي مع أناس قيامهم على أسس من الحق بس يمكن ما يكونوا دينيين بالمعنى الذي أنا وأمن به هل ألتقي بهم أو لا إذا كانوا هم صادقين فعلا وأنا صادق فعلا يعني أنا صادق في قيامي لله وهم صادقين فعلا في قيامهم من أجل تصرط قضايا الحق يجب بالضرورة أن نلتقي مشروعنا بصر واحد نحن مش مشروعين يمكن يكون سبيلين طريقين إسمين ترميزين بس المشروع لابد أن يكون هناك مجموعة من الأحاديث أشرت إلى الشهادة على مستوى درجة أنه من أخلص للهنية الشهادة حتى لو مات على الفراش سيبعته شهيدا في درجة الشهادة ربما هنا تحولت الشهادة إلى مستوى درجة هنا صارت الوسعة نعم لا لا نعم بحني هلأ بالمعنى السياسي أنه يخيط طرد واحد بحزب كذا بمذهب كذا بدين كذا بدي أسأل قبل ما أسأله أي شيء آخر أنت هاي القضية المحتضونة اللي عم تحكي عنها قضية حق قضية تحرير للأرض والإنسان قضية البحث عن عزة الإنسان قضية استقلال وطن وبلد ومشروع ولا قضية تبعي وذل وووالآخرين إنتي شو إذا لأ إذا صاحب عزه مشروع جد يا خي أنا وياك واحد بالحسابات في المشروع الكبير اللي هو مبني على قيم الشهادة يعني يعني أنك تستطيع أن تكون حاضرا دون أن تكون تابعا لكل قوى هذه المحاور جذب الضعف إلى ما تعتقده هي قوة تجعلك ضعيف لحتى اللي تصير في حسابات قوتها إذا أنت خارج كل هاي الإطار أنا وياك على أرضي وحدة أو فينا أن تفاهم لذا يمكن أن تشكل مقاومة بغض النظر عن جد كما هو حاصل لا في كثير من تداعياته على الأقال أنه أنت بتقدر تشكل في فهمك كمقاومة قضية للتواصل بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي عصلا لأنه في قضية فلسطين بالموضوع في قضية في قضية هلأ هي كتلة تجتمع على مجموعة من القيام القيام المنطقة المشتعلة يحاولنا المنطقة المشتعلة يحاولنا بغض النظر أنه الأمريكان وأنه في إسرائيل تفتح حرب ولا بدأش تفتح حرب ما بدي يبحث عنه بس بدي أقول هذه المنطقة اللي كانت بيوم من الأيام إذا بدي يصير فيها الانتخابات مثلا نواب أو غيره بأي بلد من هاي البلدان كانوا يطرحوا بمشاريعهم لتعبر أنه أنا شو بدي يعني ليش بدي أطلع أنه لازم يحكيك مثلا بقضيط فلسطين والحق العربي والتحرم البرنامج يعني هذا البرنامج هاي المواصفات اللي عم قلت لك أنا خلصت انتهت صار ببلد مثل لبنان للأسف الشديد للأسف الشديد أنه الآن إذا أنت أرادت أن تتحدث عن مشروع استقلال وطني بتصير عميل وما بتعرف حالك عميل لمن كل مشكلتك أنه أنت عم تحكي عن مشروع استقلال وطني كيف المقاييس بتتبدل طيب إذا يجي مجموعة من الناس تحكي لا أنه أنت ومجموعة من الناس عم تحكوا نفس الكلام حركة تحرر استقلال ينبغي أن يكون لهذا البلد عزته لأكثر تتعاون فيما بين بعض البعض على قضايا محقة فلسطين حاضر في في ضمير الأم وقضيتها طيب إذا كان هاك اسمح لي أني أنا ما أؤمن فيه أني بتركوا لي نفسي مش عم بتعدى عليك وبيلك خسمن عنك تعالى عندي بس اسمح لي أني أنا إياك نتصافح ونتعاون نعم وقد نقتل سويا في أرض المعركة أيضا هناك سمحة شيخي أن أنتم فتحتهم الباب يعني على على مسألة وهذا المحور يعني صرب المحور الثاني الخلط في المفاهيم الموجود الآن يعني الآن هناك هجوم شديد جدا وشارس من طرف الإعلام الغربي من طرف الإعلام الغربي الناطق بالعربية نعم الآن فيه يعني يعني يعتبرون عرب ولكن هم ناطقون يعني فقط يعني مترجمون نعم للمضامن الفكرية الغربية هناك هجوم شارس على الشهادة بجميع المفاهيم سواء بهذا المفهوم الذي ذكرنا أو بالتركيز على مفهوم القتل الذي يستشهد في سبيل يعني يفجر نفسه يعني في يعني الاستعمار هنا يعني ما رأيكم في هذه المقاربات الغربية لدوافع الاستشهاد أخيلك الموضوع الضوابط الغربية لأسل الدوافع الاستشهاد وفهم يعني مواجهة للموضوع الاستشهاد بمعنى من المعاني بالحقيقة يعني ببرر لهم هاي النظر بحيك بصراح أنه الغرب في منظومته قائم على أمرين يعني ببرر لهم لسببين السبب الأول أنه الغرب وقت اللي قام من أجل أن ينشئ في بنيته الذهني والفكري والثقافي أن ينشئ حضارة وتقدم وعصر تنوير اعتبر أنه السلطة الدينية يجب أن تنتهي كما ينتهي الأقضاء فاعتبر أنه المشكلة هي مع مشروع الديني اللي يسمى بثيوقراطية خلاص يجب أن يحايلوا التاريخ خلينا أحسن تنحايدوا على جنب وحطوا في ضمن زوايا خاصة بتوظفها أنت كيفما تشاء وتتعامل مع مشروعك المهضور الأمر الثاني أنه الآن هني عندهم في المنطقة جملة من المشاريع اللي بدون يمسكوا فيها المنطقة بتلابيبها مشاريع استعمارية بينما على المقلب الموجود لدينا بلش النقطة الثانية في المقلب الموجود عندنا ايجوا ليكتشفوا أنه طيب دخلوا للبلدان وهون شي ملفت تعاملوا مرة مع الجهاز الحاكم ومرة مع الدولة كدولة مع الشريحة الاجتماعية وهي الأسطة الفضائية يبدو اللي يعبدوا دور كتير كبير هم النام يحاولون ذلك بحيث أنه صاروا يصعوا حتى يدجنوا نفس الدولة بما هي دولة بصمتتها الحاكمة ومجتمعاتها وتصوراتهم وطموحاتهم وتفكيرهم وقصة شعر البداكية نعم أنه لتمرير المشروع حتى يمروا المشروع بشكل سليم أنه مثلا يعودوا لك الذائقة عندك تقبل الكاتشاب ويعودوا لك الذائقة عندك ترضى على الكبسي كولا وأنه يعودوا لك تلبس ثياب معين تغيير الاهتمامات طبعا وبالتدريج بتصير بدل ما تشتغل سياسة بتشتغل تجارة وبالتجارة بتتمدد أنه بدل ما تكون أنت وزير ونائب ورئيس وزراء ورئيس دولة بتتحول إلى تاجر صغير فأكبر 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 وبتبلع التجارة كل شيء بتصير العالم كله عبارة عن سماسرة من أجل استلحاق يعني تلتحق في هذا المشروع فجأة وهنا عم بيحكي عن المشروع الإسلامي القائم على موضوع الشهادة بيجيك المشروع الإسلامي ليقول يا أصحاب الضمائر الحرة في هذا القطر وفي ذاك القطر أو في هذه المنطقة تعالوا لنعيد الحياة إلى ديارنا بإحياء قضايانا المحقة وأن نقف وقفة رجال لدفع هذا المعتدي علينا في أصل وجودنا وهن أصدقني بالمشروع الإسلامي مش أنه بدون يعملوا دولة شيعية ولا بدون يعملوا دولة سنية عم بيحكي هون المشروع الإسلامي هاي حيثيات المشروع الإسلامي طب هذا الغرب بالله كيف بده يقبل بهذا الواقع أه بده يعتبرك أنه أنت خصم أكتر من هك طب بجيت أنت قلت له وإيه مشروع إسلامي هاي حيثياتي بده يخاف منك ويجفل لأنه عنده المشروع الإسلامي وقادر يسوي أنه المشروع الديني يعني أضي كانت ذابحته بالغرب صحيح بس يا عمي بقلب بلادنا هؤل الناس اللي هلأ بيعتبروا حاله أنه بيفهموا يعني أنه طيب ما ها إذا كان هناك الدين عنصر تخلف عن حركات التحرر والالتحاق بحركات التحرر ما الآن حركات التحرر قائمة إما على تنظيمات وحركات وأحزاب دينية أو تقاطع قيمي مع الدين في المنطقة لبعض الحركات اللي هي يمكن ما تكون لا إسلامي ولا ديني بس بتتقاطع مع قيم الدين في مسألة الاستقلال والحرر بالتالي هذا الإسقاط أنا بيستغرب أنه هو كيف قبلني أنه الواحد ما بيطلع ما بيستحي وقت اللي بيطلع بحال وكيف عم بفكر هاك طبعا هون خليني اختم معلاش وهنا لا أتهم أحد لكن هونيك ممكن ما تعتب عليه وهو دي خصمك تعتب عليه بالداخل مثلا أنت الآن ممكن تشوف وتسمع عن أسماء عظيمة جدا كانت بعالم النضال والكفاح في الفكر والكلمة والموقف وهو إلى آخر كنت قبل شوية أنت عم تحكي عن فضائيات وهو دي تحولوا إلى مجموعة من الكتبة لأنه مثلا كان يخض في طرد على شغلة لنقول بيقبض لتلاتة أربعمائة دولار هلأ صار بيقبض لتلاتة أربعة ألاف دولار لأنه بدويل يعني بدويل الموضة وتقدمها وإمكاناتها والتي كلها مأخوذة بأطر متعلقة مع هذا التسريب هناك تحجيم هناك تحجيم يعني الآن سمحة شيخ أشرته من نقطة مهمة يعني المشكلة ربما ليس في العقل الغربي الذي يجي تصعوبة في فهم المفهوم الشهادة لأنه أقصى الدين بالتالي يعني لم يعد ينظر إلى الدين كعنصر فاعل وحيوي في المجتمع ولكن بالنسبة للعالم العربي أن تتبنى هذه المقولات الغربية مثلا في أكثر من مقالة أنا في أثناء إعداد هذه الحلقة أكثر من مقالة تحدث عن أن والله هؤلاء الذين يفجرون نفسهم أو الذين يستشهدون أو الذين اعتبرون نفسهم شهداء هم مجرد وناس مغرر بهم وناس يعني عبارة يعني يخرجوا للكاتب أن يقول عبارة عن حمق لهذه الدرجة يعني هي من الشكلات المفارقات الكبرى لبعض أنه مثلا بيجي بيقلك في طرد مثلا هاك أنه قاعد ببيته أو بشبار أو بكزنه مثلا بلزغرة وقاعد عم بيشرق كمر وبأحلى حالاته حسب ما هو بيعبر من الانغماس بالشأن السيء في الدنيا وبيقلك هاي مشاريع الشهاد اللي بيحكوا عنها هاي ضد الدين صحيح مش مستحي على حالك أنت بشايف حالك ونقاعد أنه واحد هلأ عم بيعربد وبيزني وبيشرب الخمر وبالسياسي عربدي وزنه واللي بدك وانت حدث عن الدين وأنه بيقلك أنه هاي ضد الدين طب اللي عم تعمل أنت شو خيف رجينا لوجهة الأطياب هاي من حيثيمة لكن لكن الواقع على أي حال يبدو يبدو أنه نسبة الوعي بدأت بفعل مشروع الشهادة الفعلي الحقيقي الذي أخذ يا شق طريقه نحو تثبيت عناصر الانتصار لكيان أمة تبحث عن تثبيت هويتها هاي بدأ يشق طريقه بشكل واضح والناس ويعي وبدأت تكتشف وهون المفارقة اللطيفة جدا بدأت تكتشف أن عليها أن تعيد رسم الأشياء وعلى كل حال أنا من الناس بالحقيقة أبدا مش متشائن إذن هناك مشروع المسأل بأنه ما كان تحت يعني مش غير ظاهر الحمد لله الآن بدأ يطفو عم يظهر عم يبين وبالتدريج الأيام عم تكشف الصحيح من المزيد إذن سمحة شيخ أنتم نقطة مهمة أشرتم إليه إذن نحن أمام مشروع يعني تمثل فيه الشهادة عنصر من العناصر التي تقضي يعني التي تشعل الفتيل فقط وليس المسألة مثل يعني لا بالمنطقة كلها كان في مجموعة من الناس جماعات وأفراد عم يبتزوا حركة النضال والمجاهدة والكفاح في المنطقة تحت هذه العنوين عاملين زعماء شاك مشروع الشهادة في المنطقة استطاع أن يكشف زيفهم بطريقة واضحة أنه مثلا الآن أنت بضمن برامج هؤلاء بتحدى إذا فيهم واحد ضمن برنامج وبيقول يعيد تكرار ما كان سابقا أن إسرائيل عدو بس ولو بهذا المقدار هو نفس من الفهم الآية التي أشرنا إليه تعرف أنهم إذا كانوا يحبون الله فليتمنوا الموت هذا وصلهم مشروع الشهادة هذا وصلهم بكل هذا النطج الذي يمتلك هذا المشروع من القيام والسياسي والحكم وإلى آخره أنه خلاص ما عد فيوني يكذب يعني ما بيقولوا فلان نزارك بالزاوية خلاص نزارك بالزاوية ما عد فيوني يكذب نتوقف مع فاصل قصير ونتابع هذا الحوار مشاهدة كرام فاصل قصير ونتابع هذا الحوار أهلا بكم أهلا بكم مجددا لنتابع هذا الحوار عن الأبعاد الروحية والتربوية للشهادة في سبيل الله سمحت شيء قبل الفاصل كنا نتحدث عن يعني تبني كثير من المثقفين وحتى من المناضلين القدمة لهذه المقولات الغربية والمقولات الغربية يعني لهذه التفسيرات الغربية والتعليلات الغربية للشهادة طبعا الغرب لديه مشروع وبالتالي يريد أن يمرره بأي طريقة من طرق هذا يعني نحن انتقدنا يعني موقف هؤلاء المناضلين أو العلمانيين أو المفكيري بشكل عام ولكن في الجانب الآخر لدينا يعني هناك بعض ما أدري كيف نسميهم رجال الدين علماء الدين بعض حراس المذاهب الدينية يعني بدأوا يتبنون كذلك هذه المقولات نعم بس أنا بس من باب الضبط وتصحيح لا أنا لم أقصد من هم يعني بكلام الليلتوا قبل شوية بعض الذين كانوا يتقدمون صحة من الضال هم فعلا كان نماذج موجودة يعني طبعا طبعا لا أصلي ليست المسألة حصرا في أشخاص خارج إطار الانتماء الديني ممكن تلاقي أشخاص من ذلك الانتماء الديني صحة وعندهم مثل هذه البواقف وظهروا وبانوا افترض لكن بخصوص يعني بعض الاتجاهات التي تتحصن بتديونها أو أديانها أو مذاهبها أو مستوى وضعيتها بهذا المذاهب حتى نكون كمان هوني يعني شوي صريحين بعض هؤلاء الناس إما وقع بأزمة أنه يريد أن يعيش أنه هذا بيقول لك يا خيال أنا إذا بيحكي بهذا المستوى من رفع الأمور والقضايا طبعا أنا موظف يعني في بعضهم بيشتلوا بذهنية الموظف صحيح وموظف عند هذه السلطة وعند هذا الاتجاه وعند ذاك الاتجاه بالتالي شو بقطع رزق يعني من باب بعدم قطع الرزق فهو يساير يعني يعني بالتدريج ينسى الثوابت التي ينضح بها القرآن وتنضح بها السيرة في جزء آخر يعني أنا أعتقد بأنه قد لا تكون المسألة مسألة فقط موضوع معيش في جزء آخر ممكن يكونوا وضعوه وهذه سياستهم الآن يضعوه أمام عدو وهمي ويقنعوه بأن هذا هو قصمك الفعلي إلى درجة أنه حتى لو أرد أن تصافح الشيطان صافح ولكن هذا لكن حتى تنتهي من هذا القصم هذا العدو وهون زاوية الدخول في الفتن التي يخشى منها الفتن ذات الطابع الديني أو الطابع المذهب أو العرق أنه محلة إسرائيل بتصير يا محلة الأمريكان بتصير يا محلة مش عارشو قدام أنه والله هاي الطائفي أو تلك أو ذاك المذهب وما يتعد علينا أو هذا العالم أو ذاك الاتجاه أو هذا الحزب أو ذاك الحزب تحت هذا وهذا يكشف عن مستوى معين من حجم الهجم من جهة والآخر مستوى هذا التدني في تقييم الأمور هذا مشروع أصبح شيء قيد التنفيذ الآن ويبدو آه يعني هلأ عم بي نشغل عليه وأنا أقول بصراحة أنه لو لا بعض بعض أصحاب الرجحان في العقل والموقف فك رجحت العقل والموقف والإرادة الثبتة على القلة على قلتهم ممكن ممكن هلأ يكونوا على قلتهم ما بعرف بس أنه لكن وصلنا إلى مطبات صعبة وصعبة للغاية إذن هذا اتجاه آخر في اتجاه ثالث لا هو عن جد يفكر بطريقة مغبوطة يعني يعني ممكن أنت ما تستقرب إذا بتشوف بعض الأشخاص الذين يلبسون ثوب القداسة وتفكيرهم تفكير متعلق عفوا يعني بهذا الكلمة تفكير تفكير متعلق بالرجس الفعلي على المستوى الرجس الفكري وبالتالي بنبع مجموعة من الأفكار بنبع مجموعة من الطروحات التي ترعب ترعب حقيقة طبعا نحن لسنا في صدد مثل هذا السجال مع هؤلاء الناس بس كشرائح كشرائح موجودة ولكن سمحة شيخ يعني هذا ويبدو أحيانا يكون لها بعض موقعية تأثيرها هذا خلق بلبل على المستوى للفكري في المستوى العام مثلا شو على ذكر لكن بكل الأحوال لكن بكل الأحوال يعني التمادي بمثل هذه الطروحات قد يحرم هذه الأمة أو يعني شعبنا بالعموم أن يصل إلى رتبة تكون شهداء على الناس هنا يعني على ذكر يعني بعض المفكرين بعض الناس المحترمين يعني والذين نجر إلى هذه المغالطات يعني كثير من هذه المقالات الموجودة أو المكتوبة كم كبير من المغالطات والغريب فيه كيف يعني يسقط مثل هؤلاء في هذه المغالطات مثلا أحدهم كتب قائلا الجهاد اليوم ليس أن نموت وننتحر ونصبح قنابل في سبيل الله بل أن نحيا ونعمر وننتج ونبدع ونصنع قنابل في سبيل الله هنا يعني 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 مفهوم الشهادة يعني كيف يعني كيف يعني سنصنع سنصنع قنابل كيف سنحيا ونعمر وننتج ونبدع في اللحظة لا يكون الاستعمار جاتم على على القلب وتكون الشهادة هي التي تحريغ يعني هناك قلب المفاهيم بشكل عجب جدا على أي حال هي هذه اللهجة فيها كثير كطابية كثير يعني وبالتالي هي تحريضية أكثر يعني كطابية وتحريضية أكثر ما فيها فكرة بالعموم طبعا فيه مناخ البعض يعمل على أن يبثه يفيد أنه القتل قتل النفس والانتحار ولو تحت عنوان أن البعض يسميه شهادة هذا أمره موسيق بحق الأمة تسطيح الأمور بهذه الطريقة تسطيح في تقديري غير ذكي غير ذكي وغير موفق وأنه لا علينا أن نتجه باتجاه الانتهاج والتعمير ازدهار والاقتصاد ازدهار والاقتصاد وأنه مثلا كيف نقدر نصنع أنا موافق تماما عن جد من من وين ما إجاء هذا المشروع أنا موافق عليه بس بشرط يعني أن يتحقق بالمواصفات اللازمة بأي معنى أنه مرة أنا بقول لازم نزدهر شو يعني نزدهر نحن نزدهر مرة بتقلي أنه لا نزدهر يعني نروح نشحد نتسول نحن كمان هذا ازدهار ما اسمه ازدهار كمان هذا اسمه تسول مرة بتقلي أنه نحن لازم نوصل إلى أن نكون أمي متقدمة أنا معك بس كيف بأن تكون عندك هويتك وأنك تدفع عن هذا الهوية وأن ترد كيد أي معتدي ضدك مرة بتقول لي لا أنه أنا بكون يعني من أصحاب الشأنية وقت اللي بحقق الرضا عند هذا الذي يمتص كل خيراته طيب هذا ما اسمه تقدم ازدهار الآن الغرب سمحت شيخ الغرب وإسرائيل تقول أنه لا يجوز للعرب يعني ضرب المفاعل النووي والعراقي والآن يعني يفكرون بضرب المفاعلات النووية الإيرانية لأنه لا يجوز هكذا الغرب يعني يصرح علنا لا يجوز أن تمتلك إيران التقنية النووية سواء تقنية السلمية أو بدالي يعني لا يجوز الغرب هنا يضع يعني يحتاج الأمر إلى شهادة فعلا واستشهادة لذلك لا يعمل لك أنه هنا في تناقض عادة بالطروحات وقت للواحد كل فكرته بتصير هي اللحظة التي أنت تطلق فيها كلامك الخطاوي وقال طيب مثلا إيران نووية بالمعنى العسكري ما عم بي شو بعد بدون يعني الوقت اللي بيطلع مرشد الثورة وقائد هذه الثورة والأمة والآخره الإمام الخامن يقول يا عمي أنا عم بقول لكم مش أنه بالسياسة ما بدنا بالدين بالدين بالشرع نحن ما بدنا ومعنني طيب ومع هك بقولوا أنه أنت هناك بدنا نقاتلك لأنه أنت عم تشترع الموضوع النووية يعني سواء كان سلميا أو عسكريا واني بيقطع لك يعني هلأ هذا بصور حديث بالسياسة هلأ صار حديث بالسياسة المشكلة مش مشكلة القنبلة النووية أو الطاقة النووية هي مشكلة النظام الذي يمتلك مثل هذه الأمور لأصل بالنظام ليس السيف وإنما اليد التي تمسك والسياسة لأصل بالنظام لأصل بهذه الشريحة من الناس بالشعب بالبشر المشكلة عندهم مع البشر مش مع تقنيات وحدة أنه في صنف من البشر هني نحن لازم نظل فؤرة في صنف من البشر هني نحن لازم نظل متخلفين سواء كنا نحن في لبنان بالضاحية أو بالغربية أو بالأشرفية أو وما بدك سواء كنا نحن بلبنان أو بسوريا أو بإيران أو بالعراق أو بالسعودية أو بمصر فكهك اليوم طيب ما قامت أيامتهم على مصر وعلى السعودية الإسرائيليين أنه لش فيها تلميحة بأنه فيه إمكانية لامتلاكها لصاحب هذا الكلام ما انتقد يعني أخيرا أنه نخناه بها البلدان عندما علمت مصر أنه هو بيبحث وليتفقها هو بصور يفكروا لك بشكلتان الأولى أنه طب هذا النظام اللي هلأ موجود هك يعني بعد عشر سن بعد شواء بعدان طيب أنا إذا هذا صار عنده اكتفاء بالطاقة النووي ولو بالمعنى السلمي والتجاري طبعا ما بيقعد يحتاج لأي لي يعني ولا بيقعد يحتاج لأي فمقصدي أن تبقى أنت دونهم برجع هون بكرر أنه عندهم أصل وبرجع بكرر أنه نحن اليوم أمام تحدي جدي تحدي جدي عنوانه أنه هذه الأمة ينبغي أن تتحول إلى أمة مقتدرة ولا أقصد بكلمة أمة إلا كل هؤلاء المستضعفين كلهم بجميع طيارات اتجاهاتهم وأديانهم ومذاهبهم موجودين في هذه المنطقة أن يكونوا أصحاب اقتدار بدل أن يكونوا مستضعفين بالمعنى السلبي لكلمة الاستضعف حرام أن نكون مجرد أناس إما أن نقطن في بلادنا تحت عنوان أن نتسول خيراتنا أو أن نشرد في الأرض حرام طيبهاك حقك أنت كبشر أن تعيش حر عزيز إمكاناتك هي البورد الذي تستفيد منه حرام بالله أن تكون كذلك هنا سمحة الشيخ من المغالطات التي ورد تعميمها نحن أشرنا إلى ذلك قبل قليل في بداية الحوار حول الادعاء بأن العمليات الاستشهادية أو نشر ثقافة الاستشهاد هو دليل على فشل المشروع الإسلامي السياسي نهاية المشروع لأنه وصل هذه مرحلة من مراحل اليأس ولكن قلنا قبل في البداية أنه أساسا الفكرة الشهادة هي فعل حياة وليس يأس كيف يرد على شبه للغلطة تقول لك بشكل واضح برجع بقول أنه مرة بتحكي عن الشهادة باعتبارها عنوان المشروع مرة بتحكي عن ممارسة يعني عملية الاستشهاد هنا وهنا 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 بهذه الحيثيات المتعددة للممارسة إنما تمارس فعل الشهادة والقتل في سبيل الله بشكل مباشر بحسب ما يستدعى الأمر من تحقيق المشروع وقال لهي بذاتها 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 ما حدا عنده شهوة أنه يروحي يموت صحيح أنه هلأ روح أقتل حالي أو أني مثلا تقاتل عني أكلح تلقتلك أو تقتلني ما في حدا عنده يعني شو بدي هذه هذه الدب بصفحة تعبير الجنوح بهذا الاتجاه لذلك المسائل لا تقاس بالأعداد تقاس بالفكرة بالمشروع بالذهنية مثلا أنا أعطيك مثال تجربة المقاومة الإسلامية من مبنان وقال لي كان السبيل هو أنك حينما تكسر من عدد الاستشهاديين بتحقق نمول مشروعك أكثر نعم كان التركيز على هذا العامل وقال لي بعدين طب الإمكانات صارت متوفرة أكثر والقدرة على التقطيط هي أكثر اتساعا ودقة صار ينحس بأن العمل اللي بقدر أني حقق فيه إنجازي بدون أني روح ولو شهيد واحد بعملوا يعني فبروح بقى بقى دي لاش بقى دي بقى استشهادي أو ثلاثة أربعة يستشهدوا وإن كان هذا ما بيعني تفت إحنا وعم أنت وعم تمارس هذا العمل هذا ما بيعني أنه خيار أن ترب الناس على روحية أن تقدم وتبذل ذاتها لتستشهد ما بيعني أنك تعطلوا بالعكس يمكن أنت بتكون عم بتنميه كمان بس مش عم تستخدم في فرق بين اتنين يعني أنا بيقطع لك هلا أقطع أقطع مئة بالمئة أنه مثلا هلا مع كل هذا التجهيز اللي عم بينحكي عنه بالإعلام وقائد المقاومة بيحكي فيه والعدو الصديقي بيحكي فيه التجهيز الموجود الآن في لبنان أنه إذا اعتدت إسرائيل نحن كل ما عنا بحيث أنه نغير وجه المنطقة شاهد هذا شيء مخيف يعني نعم بحيث أنه نغير وجه المنطقة طيب افترض افترض خليني هاي الإمكانات مثلا ما كانت جهزة عندك مش بنئدك شو بتعمل باللحظة اللي انت عم تقول فيها بإمكان أهلا بكم مجددا لنتابع هذا الحوار عن الأبعاد الروحية والتربوية للشهادة في سبيل الله سمحت شيء قبل الفاصل كنا نتحدث عن يعني تبني كثير من المثقفين وحتى من المناظرين القدمة لهذه المقولات الغربية والمقولات الغربية يعني لهذه التفسيرات الغربية والتعليلات الغربية للشهادة طبعا الغرب لديه مشروع بالتالي يريد أن يمرره بأي طريقة من طرق هذا يعني نحن انتقدنا يعني موقف هؤلاء المناظرين أو العلمانيين أو المفكيرين بشكل عام ولكن في الجانب الآخر لدينا يعني هناك بعض ما أدري كيف نسميهم رجال الدين علماء الدين بعض حراس المذاهب الدينية يعني بدأوا يتبنون كذلك هذه المقولات نعم يعني بكلام اللي قلت أبو شوي بعض الذين كانوا يتقدمون صحة نبال هم فعلا كان نماديج موجودة يعني طبعا طبعا لا أصدي ليست المسألة حصرا في أشخاص خارج إطار الانتماء الديني ممكن تلاقي أشخاص من ذلك الانتماء الديني صحيح وعندهم مثل هذه البواق وظهروا وبهنوا بطرد لكن بخصوص يعني بعض الاتجاهات التي تتحصن بتديونها أو أديانها أو مذاهبها أو مستوى وضعيتها بهذا المذاهب حتى نكون كمان هون يعني شوي صريحين بعض هؤلاء الناس إما وقع بأزمة أنه يريد أن يعيش أنه هذا بيقول لك يا خيال أنا إذا بيحكي بهذا المستوى من رفع الأمور والقضايا طبعا أنا موظف يعني في بعضهم بيشكلوا بذهنية الموظف صحيح وموظف عند هاي السلطة وعند هذا الاتجاه وعند ذاك الاتجاه بالتالي شو مقطع رزقي يعني من بعد بعد قطع الرزق فهو يساير صار يعني بالتدريج يعني بينسى الثوابت التي ينضح بها القوان وتنضح بها السيرة في جزء آخر يعني أنا أعتقد بأنه قد لا تكون المسألة مسألة فقط موضوع معيشي في جزء آخر ممكن يكونوا وضعوه وهذه سياستهم الآن يضعوه أمام عدو وهمي ويقنعوه بأن هذا هو قصمك الفعلي إلى درجة أنه حتى لو أرد أن تصافح الشيطان صافحه لكن هذا لكن حتى تنتهي من هذا القصم هذا العدو وهون زاوية الدخول في الفتن التي يخشى منها الفتن ذات الطابعة الديني أو الطابعة المذهبية أو العرق نعم أنه محلة إسرائيل بتصير يا محلة الأمريكان بتصيره يا محلة مش عارشو قدام أنه والله هاي الطائفي أو تلك أو ذاك المذهب أنه ما يتعدى علينا أو هذا العالم أو ذاك الاتجاه أو هذا الحزب أو ذاك الحزب وهذا يكشف عن مستوى معين من حجم الهجم من جهة والآخر مستوى هذا التدني في تقييم الأمور هذا مشروع أصنحت شيء قيد التنفيذ الآن ويبدو آه يعني هلا عم بيشغل علىه وأنا أقول بصراحة أنه لو لا بعض بعض أصحاب الرجحان في العقل والموقف فاك رجحت العقل والموقف والإرادة الثبتة على القلة على قلتهم ممكن ممكن هلا يكونوا على قلتهم ما بعرف بس أنه لكن وصلنا إلى مطبات صعبة وصعبة للغاية إذن هذا اتجاه آخر في اتجاه ثالث لا هو عن جد بيفكر بطريقة مغلوطة يعني يعني ممكن أنت ما تستقرب إذا بتشوف بعض الأشخاص الذين يلبسون ثوب القداسة وتفكيرهم تفكير متعلق عفوا يعني بهذا بهذا الكلمة تفكير متعلق بالرجس الفعلي على المستوى الرجس الفكري يعني وبالتالي بنبعه مجموعة من الأفكار بنبعه مجموعة من الطروحات اللي ترعب ترعب حقيقة طبعا نحن لسنا في صدد مثل هذا السجال مع هؤلاء الناس بس كشرائح فيه شرائح موجودة ولكن سمحة شيخ يعني هذا ويبدو أحيانا عم بيكون إلها بعض موقعية تأثيرها هذا خلق بلبلة على المستوى الفكري في المستوى العام مثلا شؤال ذكر يعني لكن بكل الأحوال يعني التمادي بمثل هذه الطروحات قد يحرم هذه الأمة أو يعني شعبنا بالعموم أن يصل إلى ركبة تكون شهداء على الناس هنا يعني على ذكر يعني بعض المفكرين بعض الناس المحترمين يعني والذين نجروا إلى هذه المغالطات يعني الذي يراجع كثير من هذه المقالات الموجودة أو المكتوبة كم كبير من المغالطات والغريب فيه كيف يعني يسقط مثل هؤلاء في هذه المغالطات مثلا أحدهم كتب قائلا الجهاد اليوم ليس أن نموت وننتحر ونصبح قنابل في سبيل الله بل أن نحيا ونعمر وننتج ونبدع ونصنع قنابل في سبيل الله هنا يعني مفهوم الشهادة يعني كيف يعني كيف يعني سنصنع سنصنع قنابل كيف سنحيا ونعمر وننتج ونبدع في اللحظة لا يكون الاستعمار جاتم على القلب وتكون الشهادة هي اللي تحريغ يعني هناك قلب للمفاهيم بشكل عجب جدا على أي حال هي هذه اللهجة فيها كتيرها كطابية كتير يعني وبالتالي هي تحريضية أكثر يعني كطابية وتحريضية أكثر ما فيها فكرة بالعموم طبعا فيه مناخ البعض يعمل على أن يبثه يفيد أنه القتل قتل النفس والانتحار ولو تحت عنوان أن البعض يسميه شهادي هذا أمر موسيق بحق الأمة تصطيح الأمور بهذه الطريقة تصطيح في تقديري غير ذكي غير ذكي وغير موفق وأنه لا علينا أن نتجه باتجاه الانتهاج والتعبير ازدهار والاقتصاد وأنه مثلا كيف نقدر نصنع أنا موافق تماما عن جد من وين ما يجه هذا المشروع أنا موافق عليه بس بشكل يعني أن يتحقق بالمواصفات اللازمة بأي معنى أنه مرة أنا بقول لازم نزدهر شو يعني نزدهر؟ نحن نزدهر مرة بتقلي أنه لا نزدهر يعني نروح نشحد نتسول نحن كمان هذي ازدهار ما اسمه ازدهار كمان بليت أدي هذي جاي هذي اسمه تسول مرة بتقلي أنه نحن لازم نوصل إلى أن نكون أمي متقدمة أنا معك بس كيف بأن تكون عندك هويتك وأنك تدفع عن هذا الهوية وأن ترد كيد أي معتدي ضدك مرة بتقلي لا أنه أنا بكون يعني من أصحاب الشأنية وقت اللي بحقق الرضا عند هذا الذي يمتص كل خيراته طيب هذا ما اسمه تقدم ازدهار الآن الغرب سمحت شيخ الغرب وإسرائيل تقول أنه لا يجوز للعرب يعني ضرب المفاعل النووي العراقي والآن يعني يفكرون بضرب المفاعلات النووي الإيرانية لأنه لا يجوز هكذا الغربي يعني يصرح على أن لا يجوز أن تمتلك إيران التقنية النووية سواء تقنية السلمية أو بدالي أن يعني لا يجوز الغرب هنا يضع يعني يحتاج الأمر إلى شهادة خيالا واستشهادة لذلك يعمل لك أنه هنا يعني في تناقض عادة بالطروحات وكل فكرة تصير هي اللحظة التي أنت تطلق فيها كلامك الخطاوي وإلا طيب مثلا إيران نووي بالمعنى العسكري ما عم بيقول شو ما عم بدون يعني الوقت اللي بيطلع مرشد السورة وقائد هذه السورة والأمة والأكره الإمام الكامل يقول يا عمي أنا عم بيقول لكم مش أنه بالسياسة ما بدنا بالدين بالدين بالشرع نحنا ما بدنا ومعنني طيب ومع هك بيقولوله أنه أنت هناك بدنا قاتلك لأنه أنت عم تشتعل موضوع النووي يعني سواء كان سلميا أو عسكريا وأني بيقطع لك يعني هلأ ماذا بصار حديث بالسياسة هلأ باكستان نووية هلأ صار حديث بالسياسة المشكلة مش مشكلة القنبلة النووية أو الطاقة النووية هي مشكلة النظام الذي يمتلك مثل هذه الأمور لأصل بالنظام ليس السيف وإنما اليد التي تمسكها لأصل بالنظام لأصل بهذه الشريحة من الناس بالشعب بالبشر المشكلة عندهم مع البشر مش مع تقنيات وحدة أنه في صنف من البشر هني نحن لازم نظل فقر في صنف من البشر هني نحن لازم نظل متخلفين سواء كنا نحن في لبنان بالضاحية أو بالغربية أو بالأشرفية أو وما بدك سواء كنا نحن بلبنان أو بسوريا أو بإيران أو بالعراق أو بالسعودية أو بمصر فك هك اليوم طب ما قامت أيامتهم على مصر وعلى السعودية الإسرائيليين أنه لش في هك تلميحة بأنه في إمكانية لإمتلاك لصاحب هذا الكلام من تقض يعني أخيرا أنه نقض نوى بها البلدان عندما علمت مصر أنه هم يبحثوا والتفقها هو بصور يفكروا لك بشكل تاني الأولى أنه طب هذا النظام اللي هلأ موجود هك يعني بعد عشر سنوات بعد شوية شو بعدان طيب أنا إذا هذا صار عنده اكتفاء بالطاقة النووية ولا بالمعنى السلمي والتجاري طبعا بيعود يحتاج لأيلي يعني ولا بيعود يحتاج لأه فمقصدي أن تبقى أنت دونهم برجع هون بكرر أنه عندهم أصل وبرجع بكرر أنه نحن اليوم أمام تحدي جدي تحدي جدي عنوانه أنه هذه الأمة ينبغي أن تتحول إلى أمة مقتدرة ولا أقصد بكلمة أمة إلا كل هؤلاء المستضعفين كلهم كلهم بجميع طلاب اتجاهاتهم وأديانهم ومذاهبهم موجودين في هذه المنطقة أن يكونوا أصحاب اقتدار بدل أن يكونوا مستضعفين بالمعنى السلبي لكلمة الاستضعف حرام أن نكون مجرد أناس إما أن نقطن في بلادنا تحت عنوان أن نتسول خيراتنا أو أن نشرد في الأرض حرام طيب هك حقك أنت كبشر أن تعيش حر عزيز إمكاناتك هي المورد الذي تستفيد منه حرام بالله أن تكون كذلك هنا سمحة شيخي مع المغالطات التي يراد تعميمها نحن أشرنا إلى ذلك قبل قليل في بداية الحوار حول الادعاء بأن العمليات الاستشهادية أو نشر ثقافة الاستشهاد هو دليل على فشل المشروع الإسلامي السياسي نهاية المشروع لأنه وصل هذه مرحلة من مرحل اليأس ولكن قلنا قبل في البداية أنه أساس الفكرة الشهادة هي في الحياة وليس هي أساس هنا كيف يرد يعني كيف يرد على هذه الشبرة للغالطة تقال لك بشكل واضح برجع بقول أنه مرة بتحكي عن الشهادة باعتبارها عنوان المشروع مرة بتحكي عن ممارسة عملية الاستشهاد هنا وهنا 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 بهذه الحيثيات المتعددة للممارسة إنما تمارس فعل الشهادة والقتل في سبيل الله بشكل مباشر بحسب ما يستدعى الأمر من تحقيق المشروع وأنها هي بذاتها 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 ما حدا عنده شهوة أنه يروحي يموت صحيح أنه هلأ روح أقتل حالي أو أني مثلا تقاتل عني إياك لحتى لك أو تقتل ما في حدا عنده يعني شو بدي أقول هذه الدب وصحة تعبير الجنوح بهذا الاتجاب لذلك المسائل لا تقاس بالأعداد تقاس بالفكرة بالمشروع بالذهنية مثلا أنا أعطيك مثال فيبتشرته من قوة الإسلامية من لبنان وقالت لي كان السبيل هو أنك حينما تكسر من عدد الاستشهاديين بتحقق نمول مشروعك أكثر نعم كان التركيز على هذا العامل وقالت لي بعدان طب الإمكانات صارت متوفرة أكثر والقدرة على التقطيط هي أكثر اتساعا ودقة صار ينحسب أنه العمل اللي بقدر أني حقق فيه إنجازي بدون أني روح ولو شهيد واحد بعمل يعني فبروح بقع بدي لاش بدي يبعث استشهادي أو ثلاثة أربعة يستشهدون وإن كان هذا ما بيعني تفت إحنا وعم أنت وعم تمارس هذا العمل هذا ما بيعني أنه خيار أن ترب الناس على روحية أن تقدم الموتب ذو الذاتها لتستشهد ما بيعني أنك تعطفه بالعكس يمكن أنت بتكون عم بتنميه كمان بس مش عم تستخدم في فرق بين اثنين يعني أنا بيقطع لك هلأ أقطع أقطع مئة بالمئة أنه مثلا هلأ مع كل هذا التجهيز اللي عم بينحكي عنه بالإعلام وقائد المقاومة بيحكي فيه والعدو الصديقي بيحكي فيه التجهيز الموجود الآن في لبنان أنه إذا اعتدت إسرائيل نحنا كل ما عنا بحيث أنه نغير وجه المنطقة هذا شيء مخيف يعني نعم بحيث أنه نغير وجه المنطقة طيب افترض افترض خليني هيك افترض افتراض أنه وصلت أنه أنت هاي الامكانات مثلا ما كانت جهزة عندك مش بنئدك شو بتعمل باللحظة اللي أنت عم تقول فيها بامكانات يعني العسكرية البحثة بالتخطيط بالإرادة بالبلبل إلى آخره رح أصنع مثل هذا الانتصار قطعا إذا كان أنت مثلا قبل فترة عندك 10% من جماعتك عندهم قابلين ليكونوا شهداء أنا بقطع يعني أفترض قبل 15 سنة أنا بقطع الآن أنه قد تكون النسب ارتفعت إلى 60 و 70% من جماعتك عندهم قابلين جماعة المقاومة أن يكون استشهاديين في الوقت اللي أنت عم تحكي فيه أن خططك مش بتاعتبدا على الأعمال الاستشهادية بس تربيتك لناسك لأنه هاي تربية مش مش ظرفية تربية قائمة على على أصولك وجذورك وثقافتك الأساسية قائمة أنه ينبغي دوما أن تشحم باتجاه أن يكون لديك شهداء واستشهاديين حتى لو وفرت أنت مناخ أنه هلأ يمكن أن هذا العمل هلأ مش بحاجة له يعني بمعنى أنه هلأ أنا مش حابعة 10-12 استشهاديين يعملوا عمليات رغم هاك بس ممكن أن يكون أنت عندك هلأ الأعداد شي شي مرعب وين ميزة حركة المقاوم في رأيك الإسلامية في لبنان وفي فلسطين وبعض الأقطار الأخرى عن غيرها أنه مرة واحد رصيده من الاستشهاديين ميت شخص والتاني رصيده من الاستشهاديين ميت شخص فبيقوم الأول بيشتغل بس على رصيده بالمئة استشهادة يعني هاي العناوين التخطيط الإدارة العلمية الدقة الإعداد كله هدا كان عنده كله عناصر القوة ها طيب هدا اللي عنده مية عنده مية بس فيها وديك العناصر الأخر أكبر عم تشتغل عم تشتغل هدا اللي كانت عم تشتغل هدا بتحسوا ما في مشروع تبه هدا مشروع أنه بيفجر بيدمر بس ما بيبني ها لا هدا بده يبني وعناصر عنصر الأول الأساس أنه يا نعم ومن من لك مية استشهادة كمان بالوقت اللي هو علميا عم بيشتغل بالإدارة عم بيشتغل بالتقطيط عم بيشتغل بالإمكانات عم بيشتغل طيب اللي ميز حركة المقاومة الإسلامية المقاومة الإسلامية بالأعفة المقاومة الإسلامية في لبنان اللي ميزها مش بس قداش عنده استشهاديين قداش في دقة في إنتاج الظرف وفي تشكيل الحدث هاي الدقة في تشكيل الحدث في أصل وهون أعوف أقول أنه هلأ مش عم بيحكي سياسي عم بقوله أنه بالحقيقة المشروع الشهادة مشروع الإسلامي اللي أصله الشهادة قائم مش على مجردات تفكيرات هايك بالهواء قائم على ظواهر على أرضيه هايك تمسير على قدميها ها موجود على الأرض فعلا لذلك أنا عم بوصف الفكرة هون لأقول أنه هذا هو المشروع القائم على أن الشهادة أصل هنا سمع الشيخ يعني إحنا عمليا يعني في البداية أشارنا إلى تحديد مفهوم الشهادة ونحن الآن نريد أن يعني تقريب بدأ أنه وضع ضوابط لما يسمى الشهادة الحقيقي التي تحقق الأهداف ولكن يعني ألا تعتبر أنه بعض العمليات التي يطلق عليها يطلق عليها أصحابها عملية استشهادية قد أساءت سهمت في تحريف هذا المفهوم الموجود الآن في أسطنع هذا المفهوم الموجود سواء لدى الغرب أو لدى بعض المفكرين يعني مثلا العمليات التي تعتبر لدى بعض التيارات المتشددة وتعتبر عملية استشهادية عندما تفجر المساجد عندما تقتل يعني في باكستان مثلا يفجر مجموعة من الناس لأنه كانوا يحتفلون بعيد المولد النبوي أو عندما يدخل إلى مطعم ويفجر نفسه أو في الشوارع في بغداد يقتل عمّة الناس هذه العمليات كذلك يعني تسيئل إلى مفهوم الشهادة شوف أنا بصراحة برجع بقول لك أحسن تسيئل إلى مفهوم الشهادة وإلى المشروع إلى المشروع بل أكثر تسيئل إلى المشروع بالتالي إلى المفهوم لأني بدي لك شيء بصراحة أن يعطي أن يعطي أن يعطي بالموضوع لكن ما بد غرني أنه فلان استشهد تحت عنوان أنه مسلم أو غير مسلم ما بيغرني عنوان أنه فلان استشهد تحت عنوان أنه هو شيعي أو هو سني أو هو ما بعرف شو ما ما كثير هاي القصة بتعنيلي بداية بيعنيلي أمر آخر بالبداية بعدين بتبحث عن عنوين هاي ديك التاني اللي بيعنيلي بالبداية أنه لأي هدف في سبيل أي شيء فلان أو هذه الجهة أرادت أن تجاهد وأرادت أن تحرك شهداء وفلان استشهد في سبيل أي شيء إذا كان في سبيل مجرد التدمير مجرد التدمير يا خي طب ما حتى الإسرائيلي بوقتهم الأواء كان يأتل جماعته لحتالي يمشي مشروعه فإذا يجي ناس لأنه ما عندهم أفق مشروع سياسي وإنساني إذا أجو ناس يساهم في إحياء مشروعه هو دحت عنوين شو ما بدك تسميها سميها هذا ما بيكون مشروع استشهاده ولا مشروع الإسلامي أو الأمريكا أنه بيجيه الناس بيعملوا بعض في طرد الأعمال بيعملوا بعض العمليات بيعملوا بعض لكن تحت عنوانه في بعض العنف في بعض ممارسة القوة هو من صنف العنف الأمريكي ومن صنف العنف الإسرائيلي ويندرج تحت هذا الإطار ونعم في ممارسة قوة هي ضد هذا العنف الأمريكي وضد هذا العنف الإسرائيلي وقد يكون الذي يمارس هذا يمارس هذه القوة مسلم سني أو مسلم شيعي أو مسيحي مش عارف شو اغط النظر أو درزي أو أي باشات أو واحد يخيئ اتجاهه علماني لكن هذا ضمن مشروع يريد أن يقارع العنف والإرهاب الفعلي المتمثل بسطوة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل موضوع هون بالأول الضابطة سمحت الشيخ نضع اليد عليها لأنه هناك اشتباه كثير وخلط القتل أو في سبيل الله الاستشهاد في سبيل الله كلمة في سبيل الله مقصود في سبيل الله يعني في سبيل الغاية التي تريد أن تقوم أنت فيها لتحقيق نصرة دين الله ودين الله هي إرادة الله التي تريد للإنسان أن يكون صاحب عزي وكرامه وصاحب مشروع يحقق فيها استقلال وذاته جبني مشروع هنا ألا نسقط في تفسير مذهبي والله الشهادة في سبيل الله على مستوى المذهب السني الشهادة في سبيل على مستوى المذهب الشيخ شباك يا ظلم أصلي هون اللي كنت عم بسأله بعدين يا خيم نحكي فيه نهار قد يعني قد يسقط ضمن الخوف والمغلطات مشكلتنا اليوم مشكلتنا اليوم أنه بالأول بيحط لك العنوان قدامك يعني مثل اللي بيركب العرباء يرجع بيحط لفصان وراء ما راح تمشي العرباء بيركب لك أنه بالأول في عندك كلمة شيعة بعدين بيجي بيقول لك أو سني بعدين بيجي بيقول لك فيه سبيل كذا وكذا كخيمة بصير قول أنا بدي فيه سبيل كذا وكذا ضمن متبنى هو سني ضمن متبنى هو شيعة بفهم أنه أنه أنا وياك باتفقين على الأولى كلنا لازم الأولى أن نتفق عليه هلأ بعدين أنا بيدفع باتجاه أنا كشيعة بقول هذا الاتفاق هذا اللي بنتفق أن وياك عليها راح أدفع باتجاهه أنت كسني هذا اللي اتفقنا عليها بتدفع باتجاهه أنت كمسيحي تدفع أنت كعلماني إلى آخري صحيحي بعدين كدرزة إلى آخري بتدفع بس مقصد الأصل الأول أنه هل نريد أن نحقق مشروع الإنسان في عزته وهي إرادة الله بالحياة هذا عنوان كبير صح هاي إرادة الله بالحياة أعتقد هذا عنوان أن يتجاوز كل الإطارات المذهبية الضيقة والجمعيات الضيقة والتيارات الضيقة سواء كانت حزبية أو فئوية أو سياسية طبعا لا يلغيها يتجاوزها يتجاوزها لا يتجاوز أن يحتضلها يعني هل أنا مثلا بتقلي بتقلي هلأ أنا بكيك بصراحة أنه مثلا أنت شو رأيك بشيعيتك وبمشروع الاستشهاد بقلك أنه شيعيتي كشيعي لا يمكن أن تعقل خارج إطار المشروع الريادي لحركة الاستشهاد الريادي لذلك أي أنصاف حلول وعلاقات خارج إطار مشروع الاستشهاد هو خارج إطار أصل التشيع يعني هاي العنوين المكثوبة تشملوا يمين يتم تجاوزها أصدها يبدأك تبحث بأصل تشيعها بأصل شيعيتها وإلا هذا التشيع أصلح لألو أن يكون متعاطف ومتعاون مع كل السنة في الأرض ومع كل أهل الأديان في الأرض مع كل أهل المذاهب في الأرض في مواجهة حينما يكون الأصل هو هذا المشروع المعبر عن شيعيتك كشيعي من أن يتعاون مع واحد اسمه شيعي لكن هو في مواجهة هذا المشروع يعني يدل على ذلك يعني انتصار المقاومة الأخيرة يعني هذا الانتصار كان انتصار لكل أمة ولم يكن يعني يعني تخيل أنه مثلا يعني عندي عميل اسمه شيعي وعندي واحد هلأ مثلا من حماس الغبرات اللي على تياب ابن حماس هذا اللي حاب محتضن أو الجهاد أو أي واحد محتضن هذا المشروع بجدية مشروع الحق بجدية بتساوي 600 ألف عميل مثل هذا يعني أصلا هو ما بعبرهم يعني هناك سمحة شيخ بعض الدراسات الغربية أشارت إلى نقطة مهمة ولكن يعني هناك غفلة عنها يعني الآن بعض الكتاب الغربية المحترمين يعني شعروا بقوة خطورة العنصر للشهادة والاستشهاد هذا الموجود لدى المسلمين ولكن تحريفه هو الذي يؤدي به إلى هذه الأخطاء ولكن لو المسلمون استفادوا منه استفادة كبيرة يعني مثلا نشرت صحيفة يعني طايمز البريطانية مقالا كتبه بيتر واتسون رأى فيه بأن السرع بين المسلمين وباقي أتباع الأديان الأخرى قد لا يكون متكافئا لأن المسلمين مستعدون لموت بينما تخلو الديانة الأخرى من هذه المفاهيم المستشهادية هو يعني متبقي المقال يعني هذا العنصر مخيف يقول أنه لم يعد هناك التكافؤ حتى في السرع بين بين الأديان لا لا هذا الكلام مخيف هذا الكلام مخيف ومخيف جدا نحن مع الأديان مع أهل الأديان كل الأديان مع أهل المذاهب كل المذاهب مع الناس كل الناس ما في شيء اسمه بيننا وبينهم عنوان القتل صحيح ما في شيء نحن حينما يعني حينما يتحدث الواحد عن موضوع أنه مستعد لأن يقتل في مواجهة عنوان الظلم من وين ما اجت عنوان الظلم أما مع عنوان الأديان والمذاهب والاتجاهات نحن أهل محبة نحن أتباع الدين الذي اسم 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 سمت صفة نبيه الذي هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي الرحمة العنوان العنوان العريض الأكثر خصوصي في شخصية النبي وشخصية هذه الرسالة في الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة مش لفئة من الناس مش لدياني مش لماذب معين لعالمين كل الناس المبدأ بيننا وبين كل الناس مبدأ بيننا وبين كل الحياة مبنية على أساس الرحمة لذلك وقت يتحدث عن قصة القتال والجهاد والموقف الصلب بالمعنى لفيه القتال والتحدي لأنه رحمة بأنفسنا أنا ما بدي كون عبد ما بدي كون زليل رحمة بنفسي أن لا أكون زليل رحمة بك رحمة بهذه الأمة حتى ما تكون زليلة من أم ناته هل هناك تكافؤ الآن في القوة العسكرية ما بين الدول المستعمارة والدول الاستعمارية بالتالي هون كمان من المفيد التأكير على هذا الجانب اللي بلاش فيه من البداية أنا أدعو من خلال التلفزيون المنار اليوم أنه خلينا نحكي بصراح أنا أدعو بجدي نعم يوجد هناك مشروع إسلامي تقوم الفكرة لديه على تبني موضوعة الاستشهاد والشهادة ونعم بعض الناس تخشاك لأنك تحمل مشروعا دينيا صدر عن كونه السلام ينبر لكل أصحاب الاتجاهات الإسلامي والديني والعقائدي أنه يقعدوا يتحاول على أرضية ما هي مواصفات هذا المشروع ما طبيعة هذا المشروع يعني أنا بس أحب الشغلي على مستوى المنطقة هنا أنا لا أعتقد أن المشروع اليوم في فرق بين مشروع إسلامي تقوم على فكرة الشهادة وبين مشروع إسلامي يقوم على فكرة أنه يريد أن يحول المنطقة إلى دولة خاصة أنا ما عم بتحدث عن مشروع بدي يعمل دولة خاصة ولا أعتقد أنه اليوم بالمنطقة في مشروع اسمه أنني أريد أن أبني أسس فهمي للشهادة فهمي للشهادة يعني إعادة الحرية لك إنسان إعادة الاستقلال لمجتمعات الوطنية والقطرية إعادة لحمة التعايش بين الجماعات وبين نماذج المتعددة للانتماءات ورفض أي وصاية أي وصاية من الخارج أي وصاية من الخارج ولا أقصد بالخارج هون يعني لا جغرافيا فقط ولا مذهبيا فقط لكن كلمة من الخارج عن جد فيه بهك التعابير الشعبي شيء لطيف أحيانا ومزكي وحكيم إذا بتكون أنت مثلا يعني قاعد مع مجموعة من الناس طرد من ضيعتك يعني طرد مثلا فت على بات وأهل البيت قاعدين من بعضهم وأنت من بات آخر بس منها الضيعة يعني عفوا يعني أنه هلأ أني عذرا منكم أنا غريب عنكم يقولونك ما غريب إلا الشيطان وقت اللي بقصد أني الوصائي من الخارج تحت عنوان أنه هذا الخارج اللي هو الغريب وما غريب إلا الشيطان والشيطان هنا هو الذي يريد أن يهتك كرامة الإنسان لا لشيء إلا لأنه إنسان يبحث عن عزة يتحصن بها وعن حرية يطمح لتحقيقه يعني وكانها دعوة يعني ليحياء جبهة الحركات التحر اللي كانت في الماضي يعني على قاعدة الحوار تعالوا لنبحث أعتبرت يعني من المخلفات الماضي يعني لا 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 أقصد يعني الآن أرجوك أرجوك أنا بس بدي أقول شكلي أنه صحاب المشاريع كلهم تحدثوا أنه عنا مشروعنا هذا مشروعنا كل العالم أعرف تنائشهم بمشروعهم خيئات بصراح لا أعلم تقول أنه ما مشروعي تدمير للمشار شو لا أنا عندي مشروعه بصراحة عم بحكيك بس عم لك ما تحكم علي قبل ما تنائشني بمشروعي شو هو تعالى أحكي إياك شو هو مشروعي نعم وموضوع الشهادة حاضرة بأو والجهاد حاضر بأو والمقاومة حاضرة بأو وهي من السوابت بس هذا ما بيعني أنه عم بعتلك إلا الآن بدأ الحديث بجيت حول هذا يعني بعد حركة التحرر في العالم أمريكا ما يقع في أمريكا الجنوبية يعني لمراقبة سير الأحداث الآن دول الممانعة في الشرق الأوسط دول في أسيا يعني هناك حركة ولكن يعني بعدها لم تتبلور بشكل كامل والهجوم الغربي شريس إعلاميا على هذه الحركات يعني أعتقد هو المانع الذي يمنع من تشكولها أو من انتلقها بقوة في المستقبل شو باك أصلي مش إنه فيتين بين يعني بتلحظ هذا الغرب أو بالأحرى هذا الغرب الأمريكي والنموذج الأمريكي منه لأنه ممكن أن يكون معمم صاعد أنه مش بيفوت بين جماعة وجماعة عم بيفوت بين الفرد ونفسه أنه كانوا بالأول يقولوا فلان بيتدخل بين الزلم ومرضه مثلا لا لا عم بيتدخل المره ونفسها والرجل ونفسه نعم أنه عم بيجز وحتى المجزة وبيقطه حتى المقطع وبيحولوا الشخص إلى حرق الآن يا خي وأحكي مع البشر يحس فيه انفصام انفصام جدي بين ما هو عليه وما يريد بين واقعه وبين ما يطمح إله بين أحلامه وبين ما هو يعيش فيه فيه انفصامات ودائما دائما هذا النموذج حاضر تماما مثل السوسي يعني مثل السوسي قادر أن ينكر كل شيء لذلك هي عنصر عنصر المشروع المشروع مشروع الشهادة سميها لا إسلامي سميه شو ما بدك بس فكرة الشهادة بمعنى سلطان الدفاع عن الحق هكذا أنا بفهم الشهادة سلطان الدفاع عن الحق بهذا المعنى هو الكيار الأوحد الذي يمكن أن يبني لنا إعادة التوازن حتى على قليل نطلع من هذا الفصام اللي نحن عايشين فيه نعم في أحد الحلقة السابقة في الكلمة الطيبة أحدهم المتصلين يعني طالبا مننا يعني أنه الآن إذا كانت المنطقة مقبلة على حارب واعتداء على إيران وعلى سوريا يعني ما هو المطلوب من الشعب هنا يعني كيف يستثمر هذا العنصر الشهادة يعني في رد هذه الهجمة الاستعمارية لك هلأ طبعا هون شو المطلوب بتصور أنه يعني كاليني أني هون أتخصم شوي بما أقتنع فيه على الأقال من أنه الدخول في التفاصيل لا يصح أن يسبق الأحداث ماشا يعني مثلا أنت بتجيب تقول شو المطلوب مني إذا أعتدوا على العراء طب قبل ما تقول لي شو مطلوب مني إذا أعتدوا على العراء أنا عندي سؤال أنه ماذا البكرة اللي بده يعتدي على العراء رح يضل بس بالعراء يعني أعتداءه ما رح يوصل لك يعني قبل ما تقول لي أنت شو برك تعمل إذا صار بالمكان اللي فلاني كذا ما أنا السؤال أنه هذا إذا هجم لهنيك وبس لهنيك رح يهجم يعني مثلا أحيانا هك بسمع أنه مثلا يا ترى إذا ضربوا إيران طيب بلبنان شو بده يحصل قبل ما تطرح عليه شو بده يحصل بلبنان يعني أنه من اللبنانيين شو بده يعمل قبل ما تقول لي هكي لشو هو هذا إذا نوى أنه يروح مثلا يغزله وشي غزه على إيران يعني هي رح تقتصر بس عنده على الموضوع الإيراني ويترك فلسطين ويترك لبنان ويترك سوريا ويترك ماهما الكلام الآن أنه نحنا كلنا كلنا يعني معرضين لهذا السيف الذي مسلط على رقاضنا كلنا أنه شو ممكن الواحد يعمل قدام خيارا إما أنه بصير مثل الغنم ويقرب رأبته للذبح وهذا ما لا نقضه لأنفسنا أو أنه أن نتحضر بشكل جدي لنعبر عن موقف الرفض لأي عمل يريد إهانتنا 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 فضلا عن أنه والله واحد بده يعدمك يعني ما بتقدر تقبل لهاك أنه واحد بيقول لك أنا بدأت لك شو باك تعمل ما كاك أنت يقتل خيار تعلمون أنه يكساعد يعني كخيار يعني أنا نعم بصلي إيه شو ما مش كتير بد أحكي يعني صح يعني أنا قلت كان لندي سؤال الجانب وين كنت طبعا هون يعني حتى بس نكون شوي مجانسين مع طبيعة الحلقة لإلها طبعا الفكر والثقافي على ما أنت صور أنه لا بد لهذه الأمة أن تعيد إنتاج ثقافتها التي تستطيع من خلالها أن تربي كل أبعادها المعنوية وإرادتها وقوة عزمها من أجل أن تواجه الكيارات الصعبة ينبغي أن نحفظ دوما كيفية أن نتربى على مواجهة الكيارات الصعبة التي من ضمنها هذه النماذة هنا سمحة الشيخ دعنا نختم بسؤال حول ترصيخ مفهوم الشهادة بالمفهوم الإيجابي بالمفهوم كما يقول البعض بالمفهوم الذي مارسته المقاومة الإسلامية في لبنان يعني كيف يتم ترصيخه وتوسيع أفوقه على المستوى ليش مال ليس فقط لبنان أو منطقة معينة ليش مال كل العالم العربي والإسلامي أقول لك أنا في كلمة يعني كلمة بدي فكر شوي بموضوع المقاومة الإسلامية في لبنان هك حتى إذا بدي أعطيها عنوان أنه مثلا ما في قول عنه النخبة أبدا أحرى بسأل نفسي بقول عنه النخبة بقول عنه مثلا بيفهموا كتير بقول عنه ها بيطلع عندي شيء مختلف عن كل هذه التسميات المقاومة الإسلامية في لبنان ميزتها أنها استطاعت أن تكون أسوأ 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 وكلمة الأسوأ أنه هذا الذي عرف نفسه وبنى ذاته على أساس هذه المعرفة بنفسه وبالمهام الملقاط عليه واستطاع أن يكون نموذجا يمكن لغيره أن يراه بوضوح وأن يقتدي به بوضوح سمحت الشيخ شفيق جراد مدير معهد المعارف الحكامية في بيروت شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة مشاهد الكرام الشهادة أو الموت في سبيل الله من المبادئ الإسلامية الأصيلة لكن ليس كل موت في سحة ما وبطريقة ما يعتبر شهادة في سبيل الله هناك ضوابط شرعية لا بد من التعرف عليها والانتزام بها لا بد من إخلاص نية القرب إلى الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك لا بد من المعرفة الحقيقية بسبيل الله فالسبل كثيرة وتشخيص الواقع والأهداف بدقة ليس باجتهاد من لا تتوفر فيه شروط العلم والاجتهاد أو من طرف أدعياء العلم وأنصاف المتعلمين وأصحاب الأغراض السياسية والمصلحية ولكن من طرف أهل العلم والذكر الحقيقيين لا بد لمن يريد أن يقدم على الشهادة والاستشهاد في سبيل الله أن يعرف لما سيقتل نفسه والآخرين من حوله وفي سبيل من وهل له الحق الشرع في هذا الاستشهاد ومن أعطاه هذا الحق هذه هي الضوابط الشرعية لكن لتكون الشهادة في سبيل الله حقا وصدقا ولتحقق أهدافها بالدفاع عن الدين والمقدسات أو استرجاع الحقوق المغتصبة أو أي هدف شرعي آخر وإلا فستتحول هذه الشهادة والموت إلى جريمة ثأر أو انتقام أو إفساد في الأرض بغير حق ولا سلطان بيّن أما من يقوم بها فلن يستحق لقب الشهيد الحي والسعيد وإنما سيكون مجرد مجرم معتد أو مغفل استخدم لتنفيذ أهداف شريرة وشيطانية لا أقل ولا أكثر وسيسأل عن ذلك يوم القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزوال الدنيا جميعا أهونوا على الله من دم سفك بغير حق إلى هنا ينتهي هذا الحوار وإلى أن يتجدد لقاؤنا أشكر حسن متابعتكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر